اهلا بكم كشفت وزارة الداخلية عن نشوب اكثر من 5500 حريق خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي في العراق وبرزت ظاهرة الحرائق في العراق بشكل لافت ومثير بعد العام 2003 حيث كانت بواكير هذه الظاهرة في احراق الوزارات ومؤسسات الدول العراقية بعد نهبها وسريقتها تحت انظار القوات الامريكية تواصلت هذه الظاهرة واتسعت وما زالت مستمرة ومتصاعدة حيث تتعرض يوميا المؤسسات العامة الخدمية والخاصة والاسواق والمستشفيات الى حرائق مستمرة رغم تشكيل الالاف اللجانة التحقيقية الحكومية والتي لم تصل الى اي نتائج جدية او تهديد الظالعين بهذه الحرائق ويقول المراقبون ان تركز الحرائق في اقسام ارشفة وحفظ الوثائق والعقود يعني وجود اياد خفية تحاول اخفاءها وطمس ادلة الادانة ضد الظالعين بهذه الجرائم الاقتصادية والجنائية حيث اودت هذه الحرائق بحياة الالاف من المدنيين فضلا عن المصابين والاضرار المادية الجسيمة وتلعب الصراعات السياسية دورا كبيرا في افتعال هذه الحرائق في اماكن معينة ومنها ما يحدث في بعض الوزارات عندما تتسلمها جهة سياسية جديدة بعد ان كانت بيد جهة اخرى في محاولة لاخفاء الملفات المتعلقة بالعقود والمشاريع الاستثمارية والاقتصادية واخطر هذه الحرائق المفتعلة على الاطلاقية تلك التي طارت المساحات الزراعية الشاسعة بهدف اختلاق ازمة اقتصادية وغذائية وزعزعة الامن الغذائي للعراق وهو مخطط خارجي تنفذه ادوات داخلية بهدف ابقاء العراقي مستوردا للمحاصيل الزراعية وغذائه كما يقول المختصون مسلسل احراق مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والذي برز بعد العام 2003 هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا برزت ظاهرة الحرائق المتعمدة في العراق ضد مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة بهذا الشكل المريع بعد العام 2003 وما دور الصراعات الحزبية والسياسية في تصاعد ظاهرة احراق مؤسسات الدولة العراقية والمصالح الخاصة التي تحدث شبهة يوميا ولماذا تتم التعمية والتغطية على الجهات الحزبية المتورطة بهذه الحرائق المفتعلة ولا يتم ردعها باجراءات قانونية جدية وفعالة ولماذا لا يمكن الركون الى نتائج اللجانة التحقيقية الحكومية في الحرائق التي قيدت كلها ضد مجهولين او عزيت الى الاهمال وغيرها من الاسباب الواهية ضيفة الطاولة رافع الفلاحي عبدالله سلم اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة برنامج طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في مسلسل الحرائق المتعمدة المتصاعدة والمستمرة في العراق في ضوء ما كشفته وزارة الداخلية عن حدوث الاف الحرائق خلال النصف الاول من السنة الحالية ضيفة الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو سيكون معنا من العاصمة الدنيماركية كوبنهاجن الاستاذ عبدالله سلمان الكاتب الباحث السياسي ايضا اهلا وسهلا بيضيفين الكريمين اياكم الله اهلا وسهلا سار عبدالله ونبدأ مع دكتور رافع دكتور هذه ظاهرة احراق المؤسسات العامة خاصة المؤسسات الحكومية والوزارات الحقيقة كانت في الايام الاولى لدخول قوات الاحتلال الامريكية وما اطلاع معروف في احراق مؤسسات الدولة والوزارات وغيرها بعد نهبها وسلبها وما الى ذلك استمرت هذه الظاهرة حتى هذه اللحظة لماذا تشكلت؟ لماذا برزت؟ هل هناك مخطط مقصود لهذه الحرائق وابقائها وتصاعدها واستمرارها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وحييك استاذ ماجل وحيي ضيفك الكريم اهلا وسهلا الحقيقة مثل ما يقال انه تعددت الاسباب والموت واحد نعم ففي العراق العراق منذ عام 2003 اللي عدد الان تعددت الاسباب موت العراقيين كثيرة حقيقة اما يقتل بالرصاص او يقتل بالجوع او الفقر او البطالة او الفوضى السياسية الفوضى الاجتماعية فوضى الامنية بالامراض بالهجرة كثيرة ومن ضمنها بالحرائق من المخدرات من ضمنها بالحرائق فهي جزء من علامة او اشارة محددة في هوية العراق ما بعد 2003 هوية هذا البلد جزء من هويته الجديدة بعد 2003 هذه لم تكن قضية الحرائق في العراق معروفة في ثقافتنا العراقية يعني ما معروفة في الثقافة الاجتماعية الثقافة الامنية ثقافة السلم المجتمعي او السلم العام في البلد لم تكن موجودة يعني كانت الحرائق قد يشتعل بيت هنا وهناك فترة طويلة او بصنع او محل لكن ان تشتعل الحراق في كل مكان وبشكل كبير جدا حتى عام ربما في عام 21 او 22 اكثر من 30 الف حريق قضية كبيرة وحتى الان يعني هذا الرقم الخمسة الاف بما معناه اكثر من 27 حريق يوميا قضية كبيرة جدا جدا طيب ما هي الاسباب هذا جزء من محاولة لبصمة جديدة في المجتمع العراقي وهذه جزء من محاولات او التعبير عن الفوضى الموجودة الفوضى الامنية والفوضى المجتمعية التي حلت بالعراق الكثير من عندهم ما دام هناك فساد ما دام هناك رؤية مدمرة للعراق فهناك حرائق هذه ابتدأت ربما حتى قبل 2003 في اماكن كثيرة حثت احرقت فيها دوائر للنفوس ودوائر للطابو لتغييب هوية العراق لتغييب يعني الان يجري الحديث عن غياب خمسين الف باكستاني في العراق هؤلاء كيف سيدخلون والان يعطوهم جنسيات عراقية وكثيرين يعطوهم جنسيات عراق كيف هذا عندما احرقت كثير من دوائر النفوس ودوائر الطابو ضاعت الهوية ضاعت انتساب ضاعت كثير من معالم التثبت من العراقيين لذلك ضاعت جزء من عنده هذا جزء من عنده الآن يريدون ان يضيعون وهذه الحرائق تكثر في اوقات التي يكثر فيها الجرد الجرد السنوي تجد دوائر العقود دوائر التي تختص بالحسابات تحرق وتحرق مؤسسات كثيرة وشاهدنا هذا وانت حضرتك شرة الهب في مقدمتك وحتى في اسئلتك اللي طرحتها يعني ليش بعد عام 2003 شاهدنا سرقة دوائر كبيرة مؤسسات كبيرة وحرقة لماذا الحرق هذه الصورة يعني انت تتسأل يعني ما سرقوها سراق وعصابات للسرقة لماذا يحرقون هذا شكل من تخويف المجتمع من إشاعة ثقافة جديدة بالحرق وهذه استخدمت حتى في الانتخابات في حرق صناديق ما يسمونها انتخابات حرق صناديق حرق أسواق وبالنتيجة انت تجد انه يعني عندما تقيس النسب تجد انه نسبة نسبة من يقولون عنهم يعني حرائق نشبت بشكل عفوي عرضي بمس كهربائي ما عرف منه الحكومة سوء تخزين نعم الحكومة تعطي نتائج ربما سبعين بالمئة وثلاثين بالمئة لأشياء متعمدة لكن العكس هو صحيح لأنه يعني في كل الأحوال أنت لديك شهود عيان ولديك تقارير حكومية الشهود العيان والتقارير الحكومية متعاكسة تماما تجد انه الشهادة هنا غير شهادة الحكومة شهادة الحكومة تقول مس كهربائي ما عرف منه مال يا أي شيء لكن واقع الحال الناس تقول انه متعمد وتعطي أدلة على تعمد لكن لم نسمع إلى اليوم أن هناك جهة معينة جاءت وألقت القبض على جهات معينة واتهمتها بإثارة تحديد هوية الضالعين بهذه الحرام نعم أهلا وسهلا أستاذ عبد الله أهلا وسهلا لكم وبيضيفك الكريم الحقيقة هناك من يقول خاصة من الذين يدافعون عن السلطة أن هذه الحرائق الحقيقة يعني تصويرها على أنها مخطط مقصود وممنهج خارجي لتدمير العراق وإحراق يعني بوجوداته الأمور ليس هكذا العراق بعد عام 2003 أصبحت الدولة هشة وضعيفة وهناك انفلات والقبضة الأمنية يعني متراخية لذلك ظهرت هذه الحرائق كما ظهر السلبيات وظواهر أخرى نتيجة عرضية لتفكك الدولة وتحطمها وتحطيم مؤسساتها من قبل قوات الاحتلال هذا الأمر فقط وليس عبارة عن مخطط ممنهج ومقصود ومخطط له قضية الحرام الحقيقة هو فعلا يعني مخطط وممنهج بداية من قرارات الاحتلال في حل المؤسسات الأمنية التي هي من مسؤوليتها العفاظ على أمن المواطن ومن ضمنها الدفاع المدني الدفاع المدني كان يملك من الكوادر المؤهلة ولديه تقنيات رغم أن الحصار يعني أضعف هذه التقنيات إلا أنه كان يتمكن ولديه إمكانية من احتواء كثير من المشاكل في الحرائق وغيرها إلا أن الاحتلال عمد على تهديم هذا الركن الأساس فهنا الأمر هو فعلا مخطط وممنهج يعني من الاحتلال ومن ثم بعدها إيران وتستخدم أذرعها لتنفيذ كل ما يسعى لخلق فوضى في العراق ومنها الحرائق فالحرائق يعني عمل مستهدف ومنظم بشكل دقيق لتدمير أولا المؤسسات الاقتصادية وبالتالي لو نشاهد هناك انخفاض في مستوى الحرائق الكبرى بنسبة 10% بينما زادت نسبة الحرائق الصغرى بنسبة 24% والسبب انخفاض الحرائق الكبرى أن هذه الحرائق الكبرى أدت أهدافها وأكملت أهدافها ولم تقم للسلطة بإعادة تأهيل هذه المشاريع الضخمة التي خدمت الاقتصاد الإيراني وخدمت أمريكا في تهديم البنى التحتية الأساسية الاقتصادية للإراق فحرق المزارع مثلا السنة الماضية والقبلها كان كبير جدا أما هذه السنة قليل لأنه لم تعد تأهيل هذه المزارع مرة ثانية وبالتالي شكلت خسارة كبيرة على الاقتصاد الإيراني لصالح الاقتصاد الإيراني فهذا هو العملية الممنهجة بشكل سليم حتى أن مسألة أحيانا السلطة تضع الأسباب تقول أن هناك تماس كهربائي حتى هذا التماس الكهربائي هو مسؤوليته وليس مسؤولية المواطن الوعي بعملية الكهرباء والحفظ والالتزام بتعليمات الدفاع المدني مسؤولية السلطة وليس مسؤولية المواطن السلطة لم تقدم أي شيء يخدم هذا المجال فبالتالي هي المسؤولة الأولى وهي ضمن البرنامج الممنهج للتهديم الاقتصاد العراقي وزيادة الحرائق وغيرها وعدم اهتمام بمصير الفرد العراقي واقتصاد الفرد العراقي وترك الأمور على سهلة الأفعال ضد المواطن العراقي فبالتالي هي المسؤولية مسؤولية الدولة وأعزابها التي تقود السلطة التي تقودها فهذه الأعزاب هي المسؤولة الأولى وهي التي تساهم بالشكل ممنهجة فعلا لترتيب عملية الحرائق العملية الحرائق هي ممنهجة وبالتالي هي خلال سلح أخرى ومصالح إيران يعني الآن تبين أنه كل ما يحدث من حرائق هي لها علاقة قوية بالاقتصاد الإيراني فحرق المزارع، حرق المناقل الطاقة، مؤسسات الكهرباء كل هذا يخدم المشروع الإيراني في الهيمنة على الاقتصاد العراقي من ضمنها والأفعال التي تقوم بها هي أدوات إيران الداخلية بالعراق وليست تأتي إيران بشكل مباشر تقوم بها أنها تصدر الأوامر لعمل ممنهج في تهديم الاقتصاد العراقي نعم، الدكتور هناك من يشير بإصبع الاتهام إلى الميليشيات وقوى السلطة والأحزاب في هذه الحرائق بالوقوف معرفة إطار هذا الصراع المحتدم بينها كيف ساهم هذا الصراع والاحتراب الحزبي والسياسي في ترسيخ هذه الظاهرة واستمرارها وتصاعدها في إحراق مؤسسات الدولة الخدمية والحقيقة بلا رحمة أو شفقة حتى المستشفيات التي يرقد فيها مرضى كانت ضحية لهذه الحرائق وقتل الكثير من المرضى وهناك مصابين بدون لا ضمير ولا شفقة أو رحمة سيد ماجل عندما تنظر إلى قضية مثل قضية الحرائق في العراق ستجد عندما توزع القضية من هي الدوائر أو من هي الجهات أو من هي الأماكن المستهدفة بهذه الحرائق دعنا من البيوت التي تحرق بسبب مسك كهربائي بسبب تذذب التارك كهربائي هذه قضايا عرضية لكن الغالبية العظمى أكثر من 90% سنذهب باتجاهات معينة تجاه حرائق لدوائر ومؤسسات تختص بهوية العراق بهوية العراقيين وهذه يبدو لي قد انتهت يعني قد حسموا أمرهم فيها وتوجهوا تجاها يعني يخدمهم وانتهت القضية بقى القضيتين الأخرى اللي هي القضية الاقتصادية ومتعلقة جذرها اقتصادي واحد يتعلق بأن السياسيين كلهم في العراق هم أصحاب الإرادة الاقتصادية في العراق هم يمتلكون المصالح والمؤسسات الاقتصادية في العراق فهناك تنافس فيما بينهم هناك اختلافات فيما بينهم هناك انتقامات فيما بينهم وهذه الحرائق جزء من تعبير عن هذا الاختلاف أو هذا الصراع الدائر بينهم كثير من الأسواق من المصالح الاقتصادية أحرقت وأصحابها قالوا بالفم المليان أن منافسين لنا من سياسيين قاموا بإحراق هذه لمنعنا من منافستهم ليخراجهم من السوق ليخراجهم من الساحة الاقتصادية هذا الجزء من عنده الجزء الآخر مثل ما أشار الأستاذ ضيفك الدكتور يتعلق باقتصاد العراق بشكل عام نحن بلد مستورد من هي الجهة التي نستورد منها وكيف تستفيد هذه الجهة وكيف نؤمن طريق استمرار استيراد البضاع منها يجب إحراق ما يمكن أن يؤدي إلى نهوض عراقي أو وجود عراقي يمكن أن يساعدنا ويقلل استيراداتنا ومواردهم من خلال استيراداتنا فلذلك إيران متهمة لأنه من يعملون هنا في الساحة العراقية وهم الميليشيات مثل ما حضرتك أشرت وهم أصحاب اليد الطولة أمنيا واقتصاديا فهم يتحكمون فلذلك حرقة مزارع وحرقة محاصيل وكثيرة وحواظ أسماك وتلفت كثيرة كثيرة هذه جزء من هذه اللعبة إضافة إلى التنافس بين القوى السياسية نفسها هناك تنافس هناك تدافع بين القوى السياسية هذه المستشفى تعود للجهة الفلانية الحزبية ما هو ضمن التقسيمات المحاصصية ذهبت هذه المؤسسات لهذه الجهة أو هذه المؤسسات لهذه الجهة بالتنافس بينهم بدل أن يتخاصموا أو يعني يصبح بينهم صدام معين يتصادموا بالسلاح يتصادمون بهذه القضايا تحرق مستشفى هنا تحرق مؤسسة هنا تابعة لهذه الجهة تحرق هذه المؤسسات حرب اقتصادية بين الميليشيات وهكذا لذلك أحرقت مستشفيات وذهب ضحايا كثيرين وأثرت على البيئة وهذه خسائرها مليارات الدولارات كثير من التجار الصغار اخرجوا من الساحات لأنه غير تابعين لفلان قوة سياسية ويتبعون لقوة سياسية أو نقول مستقلين أو ليس لديهم قدرة على حماية أنفسهم اخرجوا من هذه الساحة لكي يسيطر تجار أو حيتان كبار على التجارتهم على الساحة فلذلك أحرقت كثير من المعامل الصغيرة من الورش الصغيرة من الأسواق من المخازن هذا إضافة إلى أنه إحنا ما عندنا قانون في البلد فقهة القانون ماكو معايير معينة ليس لدينا معايير معينة للسلامة غير موجودة مفقودة نهائيا لذلك حتى طريقة الخزن طريقة استخدام المواد لأنه فساد عالي جدا فاستخدام مواد من أوطع المناشي فيستخدمونها هذه كلها تؤدي للحرائق تحدث في حرائق طالت بعض الدوائر فيها مواد كيميائية خطرة جدا وهذه الدوائر حقيقة لا تحتاجها وكان غريبا لماذا توضح هذه المواد في هذه الدوار التي لا تحتاجها ما تحتاج تتعامل بها هو هذا جزء من الفوضى جزء من الفساد جزء من الخراب أنت لا تعرف يعني ما لا توجد هناك وصفة حقيقية وثابتة لكل الموجود على العراق عندما تنظر إلى العراق يعني قضية فوضوية في كل الاتجاهات ذلك حتى في طريقة الخزن حتى في خزن البضايا حتى في أماكن الخزن هناك أخطاء كبيرة يعني ممكن أن تؤدي لها حراق كبيرة وهذا كل الذي يحصل هذا جزء من عندهم غياب القانون غياب المعايير غياب السلطة المؤثرة غياب الخوف من القانون ومن الحساب ومن المعايير التي تؤكد على الجميع أن السلامة العامة هي الأساس هذه غير موجودة عندنا بالعراق لذلك هذه كل القضايا موجودة الآن والحراق مستمرة ومن يستفيد من عندها هي قوى معينة سياسية أولا وميليشياوية لسأل عن هذه القوى نعم سأل عبد الله سلمان حقيقة الاتهام الرئيسي هو القوى الحزبية والسياسية والميليشيات في هذا الإحراق يعني أليس غريبا أن هذه القوى التي هي التي تحكم البلد هي التي تملك البلد ما على الأرض وفي باطن الأرض يعني من مقدرات العراقية تستحوذ عليه يعني كيف لماذا تحرق لماذا تحرق بلد هي تحكمه وتملكه لأنها تملك بالأساس تملك خطة معينة موجهة باتجاه خلق الفوضى داخل العراق وهي التي تقود هذه العملية كلها وهي المكلفة من قبل جهات خارجية بإقامة هذه المشاكل وهذه الإشكاليات وأن يبقى العراق يدور في حلقة مفرغة في أزمات وفوضى دائما لاستمرار هيمنة إيران وأمريكا على العراق هذه هي القوى السياسية نفسها التي تقود السلطة هي نفسها تقوم بالأفعال لذلك هي المتمكنة الوحيدة وهي لصاحبة القوة في تنفيذ كل المشاريع ولا تستطيع أي جهة محاسبتها لما يأتي فصيل واحد مسلح يقول أنا الدولة ونحن يقول نحن الدولة هذا بمعنى أنه هذا ألغى كل القوانين وكل الأعراف وكل الاتزامات السياسية داخل العراق فبالتالي هو يكون أعلى من الدولة أقوى من عداء إذا هذا الطرف يقوم بعملية الحرائق ويقوم بعملية الاعتداء على الاقتصاد العراقي وعلى أمن المواطن العراقي فلا توجد هناك جهة أقوى حتى تأتي لماذا أنت تقول أنا الدولة الدولة بمعنى أنه يملك السيادة الكاملة والدولة بمفهومة هو الهيمنة على قدرات الناس الأمنية والاقتصادية والسياسية هذا هو مفهومة هو للدولة ليس الدولة كمان بالمفهوم السياسي تكوين مجتمع وآرض وسلطة مركزية هو ما يفهم هذا يفهم أنه أقوى من الدولة أقوى من السلطة وأقوى من أي جهة أمنية أخرى فلذلك يعني يستهتر بحياة المواطن العراقي فهذا هو الدور الموكل إلى والموكل لعملية سياسية العراقية عدم بناء وطن عدم بناء بلد عدم بناء اقتصاد يعطي رفاهية وإمكانيات اقتصادية للمواطن العراقي أما خلق الفوضى الدائمة هي من المسائل المكلفين بها فبالتالي يعني ترى هو يحكم ولكن هو نفسه بنفس الوقت هو يخرب هو لا يسمح يعني ما في بلد بالعالم عشرين سنة الاقتصاد العراقي يمتلك القوة الكبيرة بحيث يستطيع خلال ستة أشهر إضاءة كل العراق بالكهرباء الدائمة لماذا عشرين سنة لا يستطيع إقامة لإذن عملية متعمدة تقودها هذه الأعزاب أحزاب السلطة الموجهة من الخارج هذه الأعزاب لا تمتلك مشروع وطني ولا يعني حتى كافرات ليسوا وطنيين إذا هو يفكر بعشيرته ويفكر بقضايا ضيقة جدا مذهبية طائفية يعني مستوى حتى يعني التفكير ضيق إلى حتى يعني ضيق جدا حتى على المستوى الشخصي فكيف تريد أن يبحث في تطوير البلد وإن اقتصاد وحماية المواطن فلذلك هو عبثي في كل شيء واجبه هو العبث في العراق فلذلك نحن لا نستطيع أن أستاذ منك سأل عبد الله سلمان سأل عبد الله أشكرا وأستاذنا أيضا من دكتور رافع والمشاهدين الكرام لتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث الحلقة في مسلسل الحرائق المستمر في العراق ضد مؤسسات الدولة الحكومية وضد المؤسسات الخاصة خدمية وغيرها ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاح ودكتور أستاذ عبد الله سلمان من كوبنهاجن دكتور الحقيقة هناك اتهامات حتى للحكومة بأنها تغطي على الجهات الفاعلة لهذه الحرائق تعمية هناك تغطية ولا تستطيع أن تصرح بهوية الفاعلين هل هو تواطع هل هو خوف من الجهات الفاعلة أم أن الحكومة ولجان الحكومية فعلا لم تتوصل إلى هوية الفاعلين بطمس الأدلة اخفاء أدلة الجريمة هناك فوضى في العراق ضعف أدوات السلطة هذا أيضا يطرح أنه قد الحكومة والسلطة ما عدها الأدوات للوصول إلى هوية الفاعلين والقضية ليست طمس أو تغطية أو تعمية أستاذ ماجد يعني بداية كثير يقولون وهذه مقولة صحيحة يعني يفتش عن المستفيد نعم والحكومة جزء من الجهات المستفيدة من كل هذه الفاعلة بس هذه جرائم نعم هي وجود الحكومة جريمة جرائم جنائية وجرائم اقتصادية وأمنية وجرائم وطنية عندما تكون حكومة مؤسسة على أسس طائفية وأسس محصصات طائفية هذه جريمة وطنية ما كلها جرائم الحقيقة لكن في حتى في فلسفة الجريمة أنت تصل إلى مرحلة لماذا يستخدمون الحريق الحريق يخفي الأدلة يعني ربما هو واحد من مراحل العليا لا أعرف ربما يكون أكثر من الحريق أشياء تخفي الأدلة لكن الحرائق تخفي أدلة كثيرة لكن هل تعرف الدولة هل تعرف أجهزة الدولة من هي الجهة التي قامت بالحرق تعرف تعرف المستفيد وتعرف لماذا لماذا أحرقت هذه المؤسسة ولماذا وبالأساس هو لماذا يقوم الحريق إذا كانت هناك وجود لقانون وجود لسلطة تستطيع أن تؤمن البلد هو الأساس أن تكون هناك سلطة تؤمن البلد والصراق والذين يحرقون والذين يخالفون القانون الموجودين في كل مجتمع لكن من يمنعهم هي السلطة والقانون القانون أولاً والسلطة الموجودة التي تحمي القانون عندما لا يكون هناك قانون ولا تكون هناك سلطة إذن تلعب هذه الجهات كما يحلو لها ففي الأول والأخير أنت تسألني عن من هو المسؤول أقول لك الحكومة مسؤولة حتى لو قالت أن الأدلة ما نقدر نحصل عليها لكن هي نشوب الحرائق هذه من قبل جهات قيام جهات بيشعل هذه الحرائق هي مسؤوليتها وإن كانت مسؤولة عنها الحقيقة من بداية مقيدة ضد مجهول أو أحيلت إلى الإهمال أو سوء التخزين وما إلى ذلك ما هو حتى ولا واحد تم القبض عليه وقيد وقيل هذا قد أحرق هذه المؤسسة والدائرة أكثر من ألف شاب قتلوا في الشوارع في ثورة التشريل والقاتل موجود طرف الثالث طرف الثالث شافوا يعني بعيونهم وكاميراتهم عدد الكاميرات اللي موجودة في ساحة التحرير وفي الساحات هذه التظاهر في الشوارع العراقية أكثر من أي بلد بالعالم وشهدت كلها ولديهم كان الشاشات تراقب ومن كان في غرف السيطرة معروفين وطلعت صورهم معروفين هي الميليشيات التي كانت طيب خلال هذه السنوات على الأقل هاي من الفين و السلطة عشر لحد الآن خمس سنوات هل أظهروا قاتلاً واحداً لكل هؤلاء الشباب الذين ثلاثين ألف واحداً صابوا وألف واحداً قتلوا لم يظهروا شخصاً واحداً بالعكس هناك من قتل ومسكوا شخص قالوا هذا قتل هذا قتل فلان وبعد ذلك ورئة أو هرب كيف هرب هرب كيف هرب هذه قضية غريبة عجيبة إذن هناك تواطع هناك عدم وجود قانون ذلك هي السلطة الأساس السلطة هي المسؤولة عن كل ما يحدث في البلد وجزء من عدد الحرائق يعني حتى بالانتحار قضية الانتحار هو الشباب ليش ينتحرون يجب أن تبحث عن المسببات تبحث لماذا ينتحرون وتعالج الأسباب الحقيقية مو مثل ما قلناها أكثر من مرة مو مثل عاد العد بالمهدي قالوا له يعني قالوا له الناس تنتحر قال من أين قال يرمون نفسهم من السور الجسر قال عله السور يعني إذا عليت السور الناس مرح تنتحر هو هذا القضية هكذا لديك قانون لديك سلطة تحمل قانون هذا لن يستطيع أحد ولا هو موجودين في كل مجتمع الشاذين والمجرمين موجودين في كل مجتمع لماذا لا تحصل الحراق في أوروبا وفي أماكن أخرى لأنه نحن عندنا نسبة فساد عالية جدا جدا نسبة تجاوز على القانون وهو قانون ما موجود نسبة عالية جدا لدينا حكومات مشكلة من ميليشيات وعصابات رؤية عصابية وعدم وجود دولة لا دولة موجودة في العراق لذلك كل هذا منتشر اللي توصل بهم الحالة أنهم يجرون انتخابات بينهم قوام معروفة بينها تجري انتخابات وعندما يجدون أن النسبة التي ويزورون طبعاً وحتى نسبة التزوير غير مقنعة بالنسبة لهم يعرقون صناديق اقتراع أو يغيبون هذه الصناديق وحرقت الصناديق اقتراع هذا جزء من عندهم تحرق مستشفيات تحرق دوائر للطاب وتحرق دوائر للنفوس من يحرقها هذه؟ يعني ما استفادت المواطن منها المواطن البسيط هذه دوائر تخدمه المستشفى تخدمه والسوق يخدمه ودائرة الطابة تخدمه ودائرة النفوس تخدمه لماذا يحرقها؟ بالعكس سيكون أكثر حرصاً عليها إذن من يحرق هذه؟ تحرقها جهات تستفيد من هذه القضية وماذا تستفيد؟ لذلك نبحث عن المستفيد والمستفيد هنا سيظهر عصابات مرتبطة إما بمافيات داخلية ومرتبطة بمافيات خارجية بأيدولوجيات خارجية تريد لهذا الحرائق أن تتسع وتخيف الآخرين وهكذا يجري الموضوع وليس اعتباطاً وليس بالمنطقة التي الذي تقوله الدولة أنه قيد ضد مجهول وهذا المجهول إلى متى يبقى هذا المجهول؟ سنتحدث عن إذا كان هذا يعفل حكومة من المسؤولية عندما تقيض ضد مجهول أو ضد الإهمال أستاذ عبد الله يعني أليس محرجاً للحكومة بعد عشرين عام من حرائق مستمرة بآلاف الحرائق في السنة أنها ولا مرة قبضت على شخص قام بالإحراق قبضت على جهة قبضت على عصابة وأحالتهم للقضاء واطلع الرأي العام على هؤلاء المجرمين الضالعين في مثلاً حريق مستشفى الناصرية حريق السوق في الوزيرية فيما جرى في النجف ومسلسل مستمر من الحرائق يعني على الأقل من باب در الرمادي في العيون ولا مرة الحقيقة هو نحن نأتي يعني هذه السلطة متشكلة كيفة هي محاصصات فكل جهة تتحمل مسؤولية الحرائق بالتأكيد هناك لها غطاء سياسي كامل داخل أو يعملوا لجان برلمانية هي نفس اللجان البرلمانية تابعة لنفس القوة التي متهمة بهذه الحرائق أو بهذه الأعمال الغير قانونية فبالتالي العملية يعني السلطة يقول لك أنا غير مسؤولة هذه ليست مسؤوليتي شكلنا لجان برلمانية واللجان البرلمانية تابعة للأعزاب وشكلنا لجان تحقيقية وهذه اللجان تشكلها الأعزاب نفسها لأن الأعزاب مهيمنة على كل المرافق الأمنية يعني خصوصاً الميليشيات واللجان التي تشكلت شكل الحكومة يعني حتى لو كان بها فرد واحد يعني قادر على البحث بشكل قانوني أو بشكل حقيقي أيضاً يستهدف شخصياً هو أو عائلته أو يتعرض إلى الرشوة أو غيرها فبالتالي المؤسسة كلها المؤسسة الحكومية البرلمانية هي محاصصة والمحاصصة خلقت كل أنواع الفساد وكل أنواع الغطاء فبالتالي لا تخجل الحكومة من هذه الأفعال لماذا تخجل؟ إذا هي مكونة من أطراف معادية إلى الشعب العراق من أطراف غير لا تحمل الهوية الوطنية لا تحمل مشروع وطني وتتبجع بمعادات الفرد العراقي وتاريخ الفرد العراقي وتاريخ العراق وهوية الفرد العراقي كل هذه القوى السياسية هي التي تحمل الحكومة فلماذا تخجل الحكومة؟ من أفعال منظمة وتعرف من وراءها وتعرف من يسندها يعني الوزير أو أي شخص موجود في السلطة مسؤول لا يخاف أي عقاب إذا أهمل نتائج التحقيق يعني نأتي مثلا كثير من اللجانة التحقيق تشير إلى الأطراف والكتاب المدونين يقولون يعزوا هذا السلوك أو يفسره على أنه الحقيقة عملية استخفاف كبير بالرأي العام وعدم يعني الخوف أو عدم الاهتمام أو عدم إقامة أي اعتبار لهذا الرأي العام ولذلك خلال 20 عام لم يقبض على شخص واحد سواء كان مرتبط بميليشيا أو شخص عادي ليقدم للمحاكمة بتهمة أو بجريمة إحراق مؤسسة حكومية أو خاصة ما هي الدوافع للاستخفاف؟ لماذا يستخف هذا الشخص الذي يقوم بهذا الفعل؟ لا أقصد استخفاف من قبل السلطة من قبل السلطة بالرأي العام؟ حتى السلطة بالتأكيد السلطة تستخف بالرأي العام لأنها تستهدف المواطن أصلا ويستهدفت كرامته واستهدفت وضع الصحي واستهدفت اقتصاده ليس بمعيار السلطة أو بمفهوم السلطة أن تهتم بالمواطن وبكرامة المواطن وحتى في شخصية المواطن كإنسان يعيش بهذا البلد فبالتأكيد يستخف به وحتى الذي يقوم بالعمل يستخف لأنه هناك من يدعمه والسلطة مكونة من هذه الأطراف التي تقوم بالجريمة فبالتالي فعلا تستخف بالمواطن لإهانته نحن لدينا مشكلة بالصوت لدينا مشكلة حتى يتم إصلاح الصوت دكتور الحقيقة الكثير من الناشطين والمدونين يحذرون من عملية الركون أو التصديق بكل اللجان التحقيقية ونتائجها بخصوص الحرائق التي جرت من 2003 إلى اليوم والمستقبل يبدو الجماعة متأكدين أن هناك حرائق أيضا في المستقبل ما دام الفساد موجود يعني تشكيك مطلق يعني مقبول هذا التشكيك المطلق باللجان الحكومي قد يكون تشكيك نسبي لكن مئة بالمئة لا تصدق هذه اللجان التحقيقية وما تتبخذ منه من نتائج بالمطلق تشكيك تكذيب نعم من حقهم يشككون من حقهم ويكذبون هذه اللجان من حقهم جدا لأنه احنا من عام 2003 إلى حد الآن ربما أكثر أكثر بلد في العالم شكل لجان تحقيقية لكل الحوادث التي حصلت سواء قتل سواء تفجيرات سواء كل شيء شكلنا له لجان سرقات فساد نشكل لجان تحقيقية إذن عندنا حمرات متقدمة فيها في أمر ما نعم ولم تخرج أي نتيجة من كل هذه اللجان التحقيقية حتى وصلنا إلى حالة أن كل العراقيين يقولون إذا أردت أن تخفي قضية شكل لها لجنة تحقيقية هذا هو واقع الحال مياحة وسفها نعم وسفهم كل شيء وتشكيل اللجان وهذه اللجان وين رح تتوصل شو توصلت هذا ما حد يدري به ونتنتي قضية وهكذا من باب معذرة إلى ربكم نعم حتى قضية ثورة تشرين لم يشكلوا عشرات اللجان نعم للبحث عن قتلة المتظاهرين ولكذا والمعرفشين وين النتائج بعد خمس سنوات راحت حكومة جدت حكومة والقضية نفسه وهكذا بالنسبة كل القضايا لذلك الناس وربما تحدثت عن هذا الموضوع ربما نحن في العراق حتى درجات الحرارة في التلفزيون عندما يذيعوها بالقنوات لا أحد يصدقها عندما يقولون درجة الحرارة الآن خمسين درجة كل المواطنين يقولون كذب درجة الحرارة سبعين حتى الناس لا تصدق بدرجات الحرارة لا تصدق بلجانهم التحقيقية هذه جزء من هذا التكوين الكاذب التكوين الشاذ الذي يحكم العراق هذه المصيبة هذه القوى الآن تتحدث ودعني أقول لك في إطار يصفونه بالديمقراطي وكل القوى تتشارك ومشاركة وتوافقية لكن وقع الحال أنه هناك قوى تريد تستحوذ على كل شيء وتعلنها الآن بدأت تعلنها بشي صراحة نحن أصحاب السلطة نحن أصحاب البلد هكذا يقولون فلذلك يجب أن يزيحون هؤلاء لكن هناك إطار من العام يتحدثون به ديمقراطية وشفافية ومعرفها وهالكذبة الكبيرة يتحدثون بها اللي جابوها الأمريكان مسلفنة من أمريكا الديمقراطية يتحدثون بها فضمن هذا الإطار يحاولون أن يستخدمون وسائل جزء من عدها الإختيالات جزء من عدها التهديد جزء من عدها الغراءات وعطاء الأموال لذلك نجد مكونات أخرى تناصر مكونات أخرى أكثر من يعني انتماءا لهذه المكونات وهذا واقع الحال يعني هذا وضع موجود الآن في العراق فبالتالي جزء من هذه القضية أن تحرق أن تحرق تحرق وسائل إنتاجهم وسائل قدراتهم أن تعوقهم والحريق جزء من عدها فلذلك ومادام الاقتصاد مسيطر عليه من قبل هذه القوى والاقتصاد يعتبرونه وهو واقع الحال أساس أو عصب السياسة كلها ويدير السياسة كلها كلها بالاقتصاد وهم يعرفون هالقضية السوق يسيطرون عليه الاقتصاد يسيطرون عليه النفط يسيطرون عليه التصدير يسيطرون عليه الحدود مسيطرة عليه فبالتالي عندما تكون هناك قوى أخرى تشاركهم في هذه السيطرة يجب أن يبعدوا وكيف يبعدوا أما بالاختيال أو الاتهامات أو الغراءات أو الحرق وجزء من هذا المسلسل والحكومة المؤلفة من هذه القوى التي تحرق تعرف بهذا الموضوع لأنه هي مكونة من هذه القوى التي تحرق وهذه القوى المستفيدة من هذه الحرائق لذلك استمرت هذه القضية وستستمر والناس متأكدة أن تشكيل اللجان هو لطمس الحقائق لمحاولة التسويف الأمور والذهاب إلى المجهول هذا هو واقع الحال وشاهدوا قضايا من عام 2003 إلى حد الآن كثيرة ملايين القضايا يعني سوفت بتشكيل اللجان هذا واقع الحال أستاذ عبدالله تشكيل الحكومة للجان حكومية في التحقيق في هذه الحرائق ومن ثم تقييدها ضد مجهولين أو يعني نسبتها إلى حوادث عرضية يعني تماس كهربائي درجة حرارة مرتفعة نقص في وسائل السلامة والأمان هل تعتقد أن هذا الإجراء أعفى السلطة من المسؤولية وبرأها وبرأ ساحتها ومنحها سك البراءة؟ بالتأكيد هذا لا يمكن أن يعطي سك براءة لأي سلطة في العالم لأي حكومة في العالم لأنها المسؤولة الأول على أمن المواطن الغذائي والصحي والأمني والسياسي فذلك هي مسؤولية لا يمكن بأي سلطة أن تتنصل عنها فبالتالي هي مسؤولية السلطة بكل الأحوال بكل الأحوال يعني حتى التماس الكهربائي هو نتيجة غياب الإمكانيات الفنية الصحيحة أو استيراد المواد الصحيحة للكهرباء عشوائية النظم الكهربائية في العراق هي مسؤولية السلطة وليس مسؤولية المواطن فبالتالي لا يمكن إعفاء السلطة من أي مسؤولية يعني حتى وعي المواطن بمسألة الالتزام بضوابط الدفاع المدني أيضا هي مسؤولية السلطة يعني نتذكر في ستين نيات القرن الماضي عندما حدث مرض الكوليرا يعني كل أبراس السلطة هذه شغلة عبوسي كل أبراس عبوسي حاضر غايب عبوي سواها هو واجباتها السلطة هذه هي مسؤوليتها ليس مسؤولية فرد واحد بالمجتمع ولا مسؤولية جهة واحدة فالسلطة هي المسؤولة على إدارة المجتمع وليس مسؤولة عن تعطيك راتب فقط إنما هي المسؤولة عن كل الجوانب الجوانب الأمنية بديها الجوانب الاقتصادية بديها التشريع فقط يأتي من البرلمان إذا نتحدث عن الوضع الطبيعي ليس عن العراق فبالتالي يعني السلطة هي المسؤولة عن كل ما يجب أن يحدث يعني حتى عملية التثقيف بالناس في ستينيات القرن الماضي كان عندنا حدث مرض الكوليرا وكاننا نتذكر أننا كنا بالابتدائية كان يأتوا موظفي صحة لا عرف درجتهم بالتعديد طبيب أو ممرض كان يشرعون لنا كطلاب ابتدائية كيف تساعد أهلك في عملية التخلص أو الوقاية من الكوليرا بهذه الطريقة هذه هي مسؤولية السلطة هي أن توعي الناس وتوفر لهم الأسس الأساسية أن تشرف على الاستيراد الصحيح للمواد الكهربائية تبني قدرة كهربائية حديثة ما بيها مخاطر يعني اليوم في أوروبا يعني أي شخص لم يصعق يعني شخصيا يموت بالكهرباء داخل بيته أو خارج بيته لأن هناك نظام كهربائي دقيق بحيث لو مس الشخص هناك انقطاع يصير في التيار فبالتالي هذه هي مسؤولية السلطة ليس مسؤولية أحد يعني ليس مسؤولية المواطن أن يشتري له جهاز خاص يحمي نفسه من عندك ولا من الحرائق والمسؤولية السلطة أن تسيطر على العصابات التي هي أعلى من السلطة والتي تقود الحرائق والتي تفعل بالحرائق ما تريد فبالتالي يعني هذه هي مسؤولية السلطة فإذا كل شيء يحدث لا يمكن للسلطة أن تتهرب من مسؤوليته لا باللجان ولا غيرها والشعب العراقي يعرف ونحن نعرف كنا جميعا أن هذه اللجان أشكرك واضح هي اللجان شكرا ساعة عبدالله أعتذر معندك فضل دكتور يبدو هذا المسلسل لا نهاية له سيستمر ويتصاعد ما دام الفساد موجود المحاصة موجودة الميليشيات تسيطر على كل مفاصل الدولة والصراع ما زال بينهم هذا المسلسل مو ينحسر وإنما قد يتوسع ويتصاعد ويتزايد نعم وسائل التخريب والقتل والتدمير في أي بلد تتزايد وتتصاعد والتعمق كلما استمرت الفوضى وكلما استمر البلد بلا هوية بلا قانون بلا سلطة هذا واقع الحال فلذلك مسلسل الحرائق مسلسل الحرق مسلسل التدمير والتخريب وهي جزء من عمليات تخريب يعني هي أنت تتحدث عن الحريق خسائر المادية والبشرية هائلة جدا جدا مليارات خسرنا خسر البلد بهذه الحرائق وخسر آلاف من العراقيين يعني قضوا تحت نيران هذه الحرائق مكتبات حرقت مئة مريض قتل في حريق مستشفى الناصرية مرضى كثير حتى أطفال خدج حرقوا في 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 إحدى المستشفيات هذا كل جزء من خسار بلد هذا سيستمر ما دام الفوضى ما دام الفوضى موجودة ما دام البلد بلا دولة بلا قانون بلا حكومة ميليشيات تحكمة إرادة غير مضمونة سيستمر هذا المسأل سيستمر واستمر الحرائق وستزداد بالعكس لن تنخفض يعني أنت تبحث الآن ترى دوائر لطفاء في العالم في أي مدينة ترى عدد السيارات إذا كانت لديها المعدات قليلة أنت تفرح أم تحزن البعض يفرح يقول أن هذه المدينة خالية من الحرائق لذلك معدات الحرائق متطورة نعم لكن خليلة جدا أنا أشاهد مرات إعلانات لدوائر لطفاء في المحافظات العراقية يتبجح بأنه لديه عدد هائل من السيارات والمعدات هذا يعني أن الحرائق كثيرة جدا جدا وإنت عندك كل هذه المعدات لكن لا تستطيع أن تطفيق حريق ولا تستطيع أن تتهم أحد ولا تستطيع أن توقف هذا والجريمة الجريمة يعني لا تعالج بعد أن تقع الجريمة تعالج قبل أن تقع وقائيا وقائيا يجب أن تنهى هذه الجريمة قبل أن تقع هذا واقع الحال هذا العالم كل يعمل على هذا أما تقع الجريمة ويقع الحريق وبعد ذلك ندز سيارات الأطفاح التطفي ونشكل لجنة ونقول اللجنة يعني مجهول وتنتين قضية هذا غير معقول وهذا المستمر الحقيقة ومو هذا الصحيح الصحيح أنه نمنع حدوث الحرائق وبعدها نتحدث وحتى إذا صغرت دوائر الأطفاء عندنا وقلت معداتها لكن بكفاعة عالية هذا يدلل على أن الحرائق انتهت على أن وسائل يعني الوسائل التي تمنع حصول الحريق موجودة والقانون موجود والسلطة موجودة هناك بعض الحرائق في مؤسسات نظام الإطفاء الاستباقي قد أوقف هناك يخرب بفعل فاعل وجزء من عندها ما حصل في المطار في قاعة الشرف وواحدة من عندها حريقة قبل فترة قصيرة شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الاستوديو وكان معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاقين الاستاذ عبدالله سلمان أيضا الكاتب الباحث السياسي أشكركم إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة